لو روحنا برضو للأهرام هيبقى فيه كلينتون بيقول ان المدرس العسكري يسير وفق جدول زمن لنقل السلطة وده بيشيد بيعني هيلها لكلينتون يعني طبعا وزيرة الخارجية اعتقد تصريح نوعي يعني ولكن هو يجب نتم فاهمه في إطار عام يعني للسياسة الخارجية يعني نوعا مش عايز يذهب إلى النظرية المؤامرة الكبرى أو الآخر يعني ان السياسة الامريكية بتصير وفق منظومة استراتيجية خاصة بيها تحقق لها مصالحها في المنطقة يعني عندما اغازي الوضع الداخل في مصر وبالتالي اننا في وضع خارجي انا عاوز على الاقل حق في مصلحة اخرى يعني يعني انا مش عايز استبعت ده بعيدا عن ما يحدث في منطقة الشاق الاوسط عن التصعيد المستمر ضد ايران على خلفية الاعلان عن محاول الاغتيال السفير للسعود عادة الجبير في واشنطن يعني هذا التصريح لانه كان من قبل يعني فيه انتقاط شديد للمجلس العسكري من الادارة الامريكية التحول للنوع الآن انه هيلاري كلينتون بتشيد بالمجلس العسكري واحنا مش محتاجين اشادتها فبالتالي انه سير وفق جدول ازال من نقل السلطة نزداد جدا من كتل التصريحات لهيلاري كلينتون يعني هي من الولايات المتحدة تبحث الآن على يعني شكل العلاقة مع النظام القادم في مصر سواء الادارة البلاد في الفترة الحالية بتحاول تجد لها مكان ان الصورة قامت بعيدا عنها بدور رعايتها فبالتالي ان هي بتبحث عن دور حاليا ثم بالتالي انما يطلع هذا التصريح فهي تخدم على مصالح عامة للمصالح الامريكية في المنطقة اولا السابعة هذا التصريح لتهديهة الوضع في مصر او على الاقل الكسب ود المجلس العسكري لصالح امور اخرى تخطط لها وده برضو بمعزل بعيد اوي مش بعيد اوي عن الاعتذار الاسرائيلي لمصر ده هذا اول اعتذار رسمي لمصر عن مقتل عدد من الجمهور يعني ها المسألة جميل ان احنا نشوفها في اطار اشمل وفي رأي اوسع ونربطها بالاحداث في المنطقة شاكل اوسع صحيح اليوم السابعة مش طرفة ممكن القرار ده او الخبر ده يتحقق ولا لا الناس بتعاني جدا يمين دول مواجهة التلاعب بالاسعار بقرار الحاكم العسكري يعني ها ده كل واحد بيحط سعر على ده الاخبار يعني جميل بس هي المشكلة ما احنا بنطلع يعني قرار كتير وقوانين كتير ولكن على ارض الواقع ما فيش حاجة بتحصل للأسف يعني يعني ما قلنا قانون التوارد ضد البلطاجة وضد مش عارفين يعني هل هي المسألة هل البلطاجية ارتدأوا للأسف لا يا مستاذ عددل كمان عايز اقول لحضرتك ان كل واحد النهار ده يعني ما فيش رقابة فيش رقابة لانه نهار ده كل واحد بيحط السعر لحاجة اللي بيباع على مزاجه ما هو لانه لانه كل حاسس انه ما فيش اجهزة تنفيذية تقدر تنفذ القارات ما مصبوط اطلع 100 قانون و100 قرار لما يكون فيه هناك حكومة ردعة يعني في النهاية فيه حكومة يعني غير خائفة غير مرتاحة انها تطبق القانون للأسف انه السمة تبضع في حاليا على كل اجهزة تنفيذية كل اجهزة الرقابية في الدولة وخاصة في مسائل بتمس حياة الناس يعني انه في النهاية لما يجب بالنسبة للأسعار الناس كانت يعني شايفة انه بعد الثورة المفروض انه التغيير ده يعني حكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للناس في الشارع ولكن لما تفاجئ انه لا ده الأسعار بتزيد ما فيش رقابة ما فيش اي خدمات ما فيش اي خدمات ما فيش فوضى في المرورية في الشارع ما فيش رضع من الحكومة التسييري للاعمال الحالية يعني كل ده بيشكل في النهاية هل يمكن ياخد وقت طويل انه انه الشرطة او الجيش يرجع ترجع لهم هيبته مرة تانية هياخد وقت المسألة محتاجة ارادة المسألة مش مسألة وقت المسألة هل ناك ممنين الناس لما بتكلم مع بعض في الشارع بتقول لك يا اخي دي الشرطة خايفة تنزل ما فيش خايفة هي مسألة انت يعني مؤمن بالتغيير اللي حصل الاول يجي بالاول انه على جهاز الشرطة او كل اجهزة التنفيذية اللي كانت للأسف يعني بتنفذ القارات او الطب القوانين وفقها وفق هواها وفق مصالحها والشخصية والتحقيق مصالح لاشخاص اخرين انها اولا يجب ان تعترف ان هناك حصل تغيير انها تغير في منهج التعامل من ضمن هذه الاجهزة طبعا على رأسها جهاز الشرطة يعني اعتقد ان يجب ان يكون قريطة طريقة قطعة لجهاز الشرطة بعد 25 يناير للتعامل مع الشارع على اساس انه جهاز تنفيذي جهاز خدمي جهاز مدني ولاس جهاز عسكري فيه تطبيق القانون في الشارع طب اليوم السابع بقى عند حضرتك في الجريدة فضيحة اللجنة العليا للانتخابات اول القصيدة كفر هو يعني اللي حصل طبعا خلال يومين اللي فاته يعني حال التخبه فيه حال التخبه ترتباك شديدة جدا يعني احنا قبل ما نفتع باب الترشح يوم الاربع لما تذكر اللي فات تم اقرار بشكل سريع جدا من النظام الانتخابي والدوار ثم فجأت الاحزاب والاحزاب السياسية والتكتلات والتلافات الانتخابية بانه اتنشر بشكل بقى خاطئ وشكل متعمد نظام انتخابي مختلف تماما عن النظام اللي تم اقراره انه فيه هناك ارتباك مباين القوام الفردية والقوام النسبية وده ادى لحالة ارتباك خلال 48 ساعة اللي فات وكان فيه هناك اصرار انه انه على موقع اللجنة العليا الانتخابات كان منشور منشور هزي القوام المدت 50 ساعة فطبعا ده شيء يعني ده يدل على مدى حال التخبه والارتباك مش اللجنة بس يبدو انه العملية السياسية كلها عملية مرتبكة والاسب بتتم على عجل دون دراسة وده يعني اعتقد يعني يورينا انه يدي عدم مصدقية او شك فيه العملية السياسية الانتخابية خلال المرحلة القادمة وده اعتقد انه ده جوز من المشهد العام للارتباك اللي بيحصل حاليا زي ما احنا شايفين تكتلات وايطلافات وانشقاقات يعني عارفة المسألة فيها حالة ارتباك شديد على المشهد بشكل عام طب المصر اليوم العليا للانتخابات ترشح اعضاء الوطني لن يحميهم من العزل ضد القانون ده برضو انا مش عايز يعني اناقشه بعيدا عن الخبر يوم السابع يعني هيا برضو هيا المسألة يعني مش عارف العرب ولا الحصان يعني الناس قدمت دلوقتي ليه الترشيح ممكن ندخل الانتخابات طيب حاجة طبع عليه قانون العزل ازاي طبعا هو المطلوب يعني قبل ما طبق انه فيه نصوص واضحة يعني من هما الذين سوف يطبق عليهم قانون العزل السياسي يعني هزي يكون هناك مصوص واضحة بدون لبس عشان اطبق طيب ماذا لو هم فازوا في الانتخابات وده متوقع جدا وده متوقع جدا فايه اللي هيحصل هل اطبق عليهم العزل فبالتالي ممكن يؤدي الى الدفع ببطلان الانتخابات البرلمانية القادمة يعني برضو حال التخبط وارتباك غير مفهومة يعني ليه ليه بكون رد فعل ما فيش استراتيجية واضحة فيش رؤية واضحة ليه مسألة التغيير في العملية فيه جملة بتقال على الوضع ده بسا ما مش هقولها طبعا نستوريلك بعد الفقرة المصر اليوم اقبال شديد وفوضى في اول الانتخابات للاطباء منذ وعشرين سنة طبعا يعني المشهد حاليا في الانتخابات النقابات ده شيء جميل يعني انه على اقل مسألة تفعيل تاني دور المنظبات المجتمع المدني زي النقابات ده شيء مهم جدا يعني النقابة للطباء يعني اعتقد ان انا كنت لسه يعني محرر صعفي وكنت انا بتابع هذه الانتخابات ايام ما كان الدكتور حمد السيد نقيب لها فطبعا بعد تسعتاشر ايه الفرق بقى لا الفرق ان انت جمدت النقابات جرفت كل شيء ان هذه النقابات ان كانت مفروض تكون افراز طبيعي للحياة السياسية في مصر بشكل عام انت جمدت كل شيء ما مسألة انت جمدت كل شيء سواء نقابات مهندسين سواء نقابات اطباء او غيرها وفردت حرصات على بعض النقابات فانا اعتقد انه ده برغم طبعا انه ما يقال انه حصلت فوضى واتهمات بمحابات لجماعة الاخوان المسلمين انما اعتقد في النهاية الاحتكام للعملات الديمقراطية هو اعتقد الطريق الصحيح لبناء مجتمع مدني او نقابات يعني ليه على الاقل يعني الدفع للدعم الحياة السياسية في مصر لانه مش ممكن نكون يعني نكون في هناك حياة سياسية سليمة بدون ما يكون هناك نقابات بتمارس حقوقها الطبيعية في الانتخابات سواء نقابات معنية لكن كان في حركة اطباء بلا حقوق حركة اكيد تعرف عنها انه كان ليها تصويت عالي جدا اه طبعا يعني انا مسألة يعني انا لنا كل ما اصده مدام ارتضينا بالعملية بالديمقراطية فعلينا انه سواء يعني نتحمل طبعتها او نتجرع مراتها لانه زي ما حصل في جامعة القاهرة عادة تاني الدكتور حسام كامل مسلا يعني يمكن واحد كان امام مشهد برضو يعني في بعض اللابس يعني هل الدمقراطية اللي افرزت عادة تاني من يوصفون بالفلول فبالتالي ان احنا نرفض الدمقراطية اما علينا ان احنا نتقبل مدام مدام ارتضينا بده مدام ان احنا رفعنا شعار التغيير او رفعنا شعار دولة عصرية على اسس دمقراطية علينا ان نرتضي مدام لم يجرم سياسيا مدام لم يكن هناك اي شبهات حول اداؤه فاعتقد انه مرحبا بي يعني في اي ان كان ان احنا علينا ان احنا نمضي قدما للامام بآليات دمقراطية تستطيع ان احنا من خلالها نبني مجتمع جديد ثم بعد ذلك نستطيع ان نحدد المصار عبر آليات دمقراطية سليم اتمنى باذن الله اتمنى احنا متفاعلين انا وانت من اول احنا متفاعلين بس يا رب التفاول ده ان شاء الله يتفع علي تفاعله بالوطن تجده ان شاء الله بس فكرني مرضو بالكلمة اللي نعايز اقول هذا انا بشكرك جدا يا استاذ عيدل على وجودك معنا نهاردة بجد وان شاء الله اللقاءات اخرى كتير في صف فقرة الصحافة مشاهدينا قبل من هنروح لفاصل يعني ونرجع مرة تانية اللي سنكملين معنا فقراتنا كما معنا الاستاذ عيدل السنهولي مديري تحرير عام لجريدة اليوم السابع رح لفاصل نرجع مرة تانية